بسم الله الرحمن الرحيم أطلقت شركة سامسونق قبل فترة ساعتها الذكية جيلاكسي واتش واليوم سنستعرض أبرز ميزات وعيوب الساعة دعونا نبدأ الساعة تأتي بحجمين 42 أو 46 ملي متر دعونا أولا نتعرف على تفاصيل الساعة التي تأتي بحجم 46 ملي متر الساعة تأتي بوزن 63 جرام بسمك 13 ملي متر وتأتي الساعة باللون الفضي فقط بحزام بطاطي رياضي مصنوع من السيليكون خفيف الوزن ومتوفر بثلاثة ألوان الأسود والفضي والأزرق وتستطيع تغيير سوار الساعة متى شئت والآن دعونا ننتقل إلى الساعة التي تأتي بحجم 42 ملي متر تأتي الساعة بوزن 49 جرام بسمك 12.7 ملي متر ومتوفرة بلونين الأسود القامق أو الذهبي الوردين وتأتي الساعة بحزام مطاطي رياضي مصنوع من السيليكون خفيف الوزن ويوجد سبع ألوان للحزام الساعتان يأتيان بإطار متحرك وهي طريقة ممتازة في التحكم بالساعة الذكية كما رأيناها في ساعة سامسونج السابقة وتقول سامسونج أن الساعة الجديدة سوف تديح لك أكثر من 60 ألف واجهة للساعة يمكنك تحميلها والتنقل بينها لتختار المظهر الذي يناسبك للساعة الساعة الكبيرة تأتي شاشتها بحجم 1.3 إنش والساعة الصغيرة تأتي شاشتها بحجم 1.2 إنش وكل الساعتان يأتيان بشاشة من نوع أموليد بدقة 360 في 360 بيكسل وقد قمنا بتجربة استخدام الساعة في الشمس وكانت إضاءة شاشة الساعة ممتازة وواضحة حتى في وقت الظاهرة والشاشة مدعومة بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass DX Plus وهو نوع خاص من الزجاج المقاوم للخدوش ومصمم خصيصا للساعات الذكية والساعة مقاومة للماء بمعيارية IP68 ويمكنك السباحة في الماء حتى عمق 50 متر الساعة الكبيرة تأتي ببطارية بساعة 472 ميلي أمبير وهذا رقم ضخم مقارنة بالساعات الأخرى وتأتي الساعة الصغيرة ببطارية بساعة 270 ميلي أمبير وقد قمنا بتجربة بطارية الساعة التي تأتي بحجم 46 ميلي متر ولاحظنا أن البطارية تستطيع الصمود من 3 إلى 4 أيام في الاستخدام العادي وفي حالة قمت بتفعيل وضع استخدام الساعة كساعة عادية فإن بطارية الساعة ستصمد معك إلى أكثر من 30 يوم ولكن لن تستطيع تغيير واجهة الساعة أو تشغيل التطبيقات في هذا الوضع ويوجد نسختين من الساعة نسخة تدعم اتصال البلوتوث فقط ونسخة أخرى تدعم الجيل الرابع من الاتصالات وهذا سيتيح لك الوصول إلى كل الإشعارات والمكالمات الصوتية حتى لو كنت بعيدا عن هاتفك وكل الساعتان يأتي بمعالج إكسونوس 9110 وهو معالج جديد طورته شركة سامسونج ليظهر لأول مرة في ساعتها الجديدة والمعالج ثنائي النواه يعمل بتردد 1.15 جيجا هيرتز ويوجد إصطارين من الرام 1.5 جيجا بايت للساعة التي تدعم تركيب شريحة اتصال وإصطار آخر من الرام 768 ميجا بايت للساعة التي تدعم الاتصال عبر البلوتوث فقط وكلا إصطارات الساعة لديها سعة تخزين داخلية 4 جيجا بايت وهذا ممتاز للرياضيين حيث أنهم سيستطيعون ممارسة الرياضة والاستماع إلى الصوتيات بدون الحاجة إلى الجوال وتأتي الساعة ببلوتوث إصطار 4.2 وتدعم أيضا ميزة تحديد المواقع جي بي اس وجاءت الساعة بعدة ميزات جديدة مثل مقياس نبضات القلب وجاءت أيضا بمستشعرات جديدة مثل مقياس التسارع ومقياس الضغط الجوي ومستشعر معدى ضربات القلب ومستشعر الضوء حيث أن الساعة الآن تستطيع التعرف على الإضاءة المحيطية وتعديل سطوع الشاشة تلقائيا ويبدو أن سامسونغ اهتمت بصحة مستخدمي ساعتها الجديدة حيث أن الساعة ستعمل باستمرار على قياس عدد نبضات قلبك بصورة افتراضية لتخبرك إذا ارتفع أو انخفض عن المعتاد لتطلب منك أن تهدأ وتتنفس قليلا حتى يعود مستوى نبضات قلبك إلى المستوى الطبيعي وأيضا ركزت على الرياضة حيث ستدعم الساعة 21 تمرير رياضي جديد وأيضا الساعة تستطيع متابعة نوم مستخدميها وحساب ساعة النوم تلقائيا لتعطي المستخدم القدرة على تنظيم نومه والساعة تأتي بنظام تشغيل تايزن وستعمل على جميع الهواتف سواء هواتف أندرويد أو هواتف آي أو اس وأيضا تم إضافة مساعد سامسونج بيكسبين ويوجد فيه جميع الميزات الموجودة على الهواتف الذكية وتدعم الساعة الدفع عبر سامسونج باي حيث ستتيح للمستخدمين القيام بعمليات الدفع الالكتروني من خلال الساعة فقط دون الحاجة إلى الجوال وأخيرا سعر الساعة يبدأ من 270 دولار وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية استعراض ساعة سامسونج جالاكسي واتش أتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ترجمة نانسي قنقر